بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تشوف النهاردة مع بعض تصريح واجبه كي كتاب جيم نبدأ كذا في بيج صفحة 280 2018 تصريح كتاب جيم على إجرامر نوبر 1 مازل هوبس بيأمل أن يعرف كل الأفعال الشهزة كل الأفعال الشهزة يبقى يأمل أن يعرف وطبعا مذاكرتك للدرس إنه هوب من الأفعال اللي لايمن بيك بعد ذاته المصدر نوبر 2 هي توقفت أغلق الكتاب لقد أغلقته يبقى توقفت عن قراءة الكتاب يبقى توقفت عن شيء كانت تفعله وبالتالي نستخدم هنا reading الناس اللي هي ممكن تكون ذاكرت الجهزة ولم تفهمتوش stop من الأفعال اللي لو أنت تتوقف لكي تفعل شيء جديد لكن لو بيجيب بعد stop يبقى أنت بتتوقف عن شيء أنت كنت بتعمله فهنا من سياق الكلام أنها أغلقت الكتاب ووضعه جانبا على التربيزة يبقى معنى كده أنها كانت تقرأ الكتاب إذن هي توقفت عن شيء كانت تفعله فاستخدمت هنا كده أن أردب يبقى رغب سيدا ثلاثة هي تظهرت أنها تستمتع يبقى أنت تتوني يبقى أنت تحديث يبقى أنت تتعمل يبقى أنت تحدث فهو مجغول للغاية لدراجة انه لا يمكنه ارد على اي مكالمات شفت انا قلته مجغول للغاية لدراجة انه يبقى دي قالت to to receive طب انا صراح ما الوقت احنا عايفين ان basic اللي هي الادجكتف الصفة دي بيك دايما بعدها adjunct تتفعل من ضفه ing زي basic writing ليه ما نقول شي بايزي receiving لانك لو استردمت receiving هيكون معناك التالي هتقول he is too busy هو مجغول للغاية في استقبال او استلام receiving اي مكالمات ازاي مجغول للغاية في استلام اي مكالمات ده هي معنى كلمة any هنا انه مجغول للغاية لدراجة انه لم يستلم ودوت بناسب قالت to to إليه معناها كثيرا جدا لدراجة انه لم يفعل ذلك زي ما بتمل مثلا كده اجابه بعد للغاية to اوكي go out إني أقدر أخو يعني ذوقت أنك لا تستطيع الخوغ. فقالت تو. تو هي قادة دايما بيكون مديا معنا النفي. Number six. He offered to help على أن يساعدني. Number seven. You should avoid. يجب أن تتجنب الصفر. يجب أن تتجنب. هذه طبعا أفعال مباشرة يعني يعافين إذا كان بيجب أتتو المصدر أو بيجب أتتجنب. Number eight. She has decided. هي أقارئت أن تتقدم. يبادتو apply. Nine. فهمي is looking forward to. طبعا دوت إكسابرشن تعبير من تعبيرات اللي بيكون منتهي بحرف قر. Okay two. ويدبعوا. إجرنت. Looking forward to يثلى إلى الصفر. Travelling. Number ten. They arranged. هما رتبوا أن يذهبوا للسباحة يبادتو go. Okay. همسح الجزء دوت. وتنقل لي. Okay. The rest of the page. اللي بيت الصفحة. Okay. أنا معكم هواتي الشباب. Number nine. خلاص. Number eleven. He regretted. هو نادمة. His job على. Okay. أنه طرق وظيفته. As he couldn't find another one. لأنه مش لاقي واحدة أخرى. برضو الفعل. Regret. اللي موجوده قدامك. هي من الأفعال. Okay. اللي عمنا زي stop. كده. هي أفعال. لو جيب بعدها. To. والمصدر. يبقى معنى كده هو يأسف على شيء لسه سوف يفعله. لكن لو جيب بعد. Regret. الVerb plus ing. الwellerant. يبقى معنى كده هو نادم على شيء فعليا قام بعمله. هنا بيقول هنا أنه طرق وظيفته وهو لا يجد وظيفة أخرى الآن. إذن هو نادم على أنه قد طرق وظيفته. يبقى نادم على حاجة عملها. يبقى كده أستعلم هنا. Number 12. The little girl. البنت الزغيرة لي. To be sick. So that she didn't have to go to school. تظهرت بأنها مريضة ولذلك. Okay. هي ليست مضطرة للذهاب أو لم تكن مضطرة للذهاب إلى المدرسة. وبالتالي. Pretended. Okay. Number 13. Marwa admitted. اعترفت. اعترفت بإرتداءها فستان أختها. وبداية asking ماذا تطلب منها أو تسألها أو تتأذنها. 14. We don't allow students. نحن لا نسمح للطلاب to talk أن يتحدثوا. فطبعا فعلا allow. من الأفعال التي يتبعها to مع المصدر. أما يكون فيه هنا مفعول. وسبق شرح الكلام دا طبعا. في فيديوهات لنا. موجود على اليوتيوب. 15. We stopped not something to eat as we were very hungry. يبقى هنا توقفنا لنأكل شيء يبقى to المصدر. أو لنشتري شيء يبقى to المصدر. أو لتوقفنا عن شيء كنا نشتري. فهتقول لي هنا something to eat حاجة عشان نأكلها. يبقى توقفنا لكي نأكل أو لكي نشتري شيء. يبقى هنا to مع المصدر to buy. بج الصفحة البعدها. ليا 219. 219. سؤال 16. دا نيو كابل الزوغان. اللي هم متزوغان حديثا. ديسايد كارو أن يعيش. يبقى to live. 17. I couldn't drive علي's car. لا أستطيع قرار الصيارات علي. as I'm used to. كما أنا معتاد. automatic cars. أو لأن أنا معتاد على قيادات. automatic cars. يبقى driving. ليه driving؟ لأن إحنا عارفين أن الإكسابرشن التابير اللي هو use to. أما يكون مع verb to be زي am. am used to. is used to. are used to. أو حتى الماضي. they was aware. used to. فدائما بيتم استخدام verb plus ing. number 18. I'm sorry. أسف جدا. I forgot. نسيت. use the email requested. نسيت أن أرسل لك البريد الاقتروني اللي أنت كنت طلبت مني. برضو الفعل اللي هو forgot. يفكروني كده برضو مجموعة الأفعال هي regret to stop. ممكن يبعدها تو المصدر. أو يبعدها adjourned. طب لو forget. يبعده تو المصدر. يبعد معنى كده أنه ينسى أو نسى أن يقوم بفعل شيء. يعني ما عملوش. أما لو forgot جيب بعدها adjourned. الفعل من ضفله i in g. أوكي. يبعد معنى اللي أنت بتنسى حاجة أنت عملته. يعني أنت قمت عملتها وبعدك أن نسيته. طيب يعني معنى كده منطقة البساطة أما تقول هنا I'm sorry آسف جدا. I forgot and said أن أرسل لك البريد الأكتوني أنت طلبتوا. يعني ما أرسلتوش. يبقى أنا نسيت أن أفعل ذلك. يبقى أنا ما عملتوش. يبقى كده أستخدم هنا to send. أما لو كنت انتبعت الإيميل دوت. وبعدك أن نسيت كل شيء بشأن هذا الإيميل يبقى كده ممكن أستخدم هنا adjourned sending. لكن طبعا ده لا ينافي أو آسف ده لا يعطي معنى جيد مع الجملة اللي قدامنا هنا. أوكي. number 19 I regret أنا نادم نفس الكلام use that your appointment has been cancelled نادم أو آسف إن أقول لك إن الموعد بتاعك تم إدراؤه. يبقى شوفوا لي. زعلان آسف أشعر بالأسف أني أخبرك أن موعدك اللي أنت كنت حرسته تم إدراؤه. يبقى أنا آسف أن أقول لك ذلك. يبقى كده أستخدم هنا to tell. أوكي. لأن طبعا لو قلت telling هتبقى معناها أن ندمان على أني أخبرتك من قبل. لأن إحنا قلنا قبل كده في الصفحة اللي قبلها قلنا regret لو جيب عددها to المصدر يبقى هو آسف على حاجة لسه هيعملها أو هيقولها. لكن لو جيت جيب عددها verb plus ing الفعل مضاف له ing فده معناه اللي هو نادم أو يشعر بالندم على حاجة عملها بالفعل في الموضوع. لكن ده هو بيقول لك أنا آسف أن أقول لك والله إن موعدك تم يضغير. يبقى هو آسف أن يخبرك هذا الشيء. يبقى to tell. number 20. do you remember هل تتذكر a bicycle for the first time هل تتذكر أما كنت تراكب أو تركب دراجة لأول مرة في حياتك remember نفس الكلام من نوعية الأفعال بيك بعدها to المصدر أو بيك بعدها to المصدر. أفعال أو أحداث أنت قمت بفعلها في الماضي كده أستخدم الverb plus ing طب هو المعنى هنا. do you remember هل تتذكر أنك كنت تقود دراجة لأول مرة أو تتذكر أيام ما كنت تركب دراجة لأول مرة فطبعا هنا أنت بتتذكر شيء كنت تفعله في الماضي وبالتالي يبقى طبيعي هنا إذا انت استادم رايدنج number c number 21 my wife is angry رضيبة جدا I stopped لأني توقفت عن شراء الظهور لها يبقى أكد مزعلان لأني توقفت عشان أجيب لها الظهور ولكن توقفت عن حيات كنت بعملها في الماضي يبقى إذا stopped buying 22 would you be so kind and help me move فعال الهيل بمفعال ممكن يجب معها الفعال في المصدر help me move أو ممكن أقول help me to move لو كانت موجودة يعني بس هي موجودة 23 he was lost to work هو آخر واحد جاء للعمل he was the lost to come فمعروف دائما أن التعبيرات مثل the first أو the last أو the second دائما بيجي بعدها the two مع المصدر هتقول لي إزاي ولكن استعد فكرة أبلي كده لو أنتم متذكر معها جملك هتعندك مثلا في أول سنوي اللي هي مثلا كانت عندك nil armstrong was the first okay one هو أول شخص to land شوفت بقى to land أو جملك هتعندك برد وفتانية سنوية في أول لأن بوايا موسى was the first two men هي أول أمرة to go تنضم أو to join تنضم to high school إلى التعليم العالي وبالتالي بعدي كلمات زي first أو second أو last بيتم say them to مع المصدر twenty four he denied هو anchor on the test أنه كان يغيش بشيتينج لأنه طبعا deny من الأفعال اللي بيقى بعدها to join number twenty five he can't stand هو لا يمكنه أن يتحمل like a slave أن يتم معاملته كعبد طبعا can't stand اللي هو يتحمل ده expression تعبير كامل على بعض ومعنها لا يتحمل ويأتي بعده الفعل المضاف له ing لكن هنا أنا عندي سختين عندي being treated وعندي treating لأ قلته can't stand treating يبه هو لا يتحمل أن يعامل مثل العبد لا أن يعامل مبني للمجهول being treated لأن طبعا من صمات المبني مجهول أن يكون هناك تصويف تصويف ثالث number twenty six most people don't mind معظم الناس لا يمانعون في العمل overtime الوقت إضافي occasionally في عامة أو من وقت إلى آخر أو أحيانا يعني وبالتالي mind من الفرب اسم الأفعال اللي بيجي بعدها الجرنت وبالتالي mind working وقعنا ثاني مع باية الصفحة ومعنا السؤال وقم 27 let's go joking يالله ما نتماشى شوية قاله no I'd rather ceiling لا والله joking معناه اللي هو القوي الخفيف يعني وانا الترايج يعني no I'd rather لا أنا أفضل ceiling would rather من الأفعال اللي يعني منا نفضل اللي بيجي بعدها الفعل فيه المصدر مباشرة من الي- Premier template I'd rather go يا جماعة الحاجات دي بعتبت تسجيلها فرق كده يعني مثل قاعدةsters رائبة لاتجمع كده فعال المصدر بإえっ فعال المصدر ويمت بإ liberalت ومصدر البعض لو كانت موظمة في الكتاب الحمدول الله لو كانتْ موظمة 좋은 الكتاب اعمل نفسك not number whenười انا انسيت ان اغلق المكوى بعد اما استخدمتها يبقى هنا نفس الكلام منتظمين هوات نشوف فكرة فرغت هنا يبقى على طول مصدر ويبقى معناه نسية ان يفعل ذلك ولا فرغت مع الجرنت نسية انه قد فعل ذلك شفت بقى مضطر هنا النقوة الجملة الثانية We need to go back home لازم نرجع البيت مرة تانية so I can't turn it off وكده اظر لنا ما رجع البيت اطفيها يبقى اذا هو نسية ان يطفئها يعني نسية شيء ولم يفعلوا يبقى to turn عارفين لو كان اعمل حاجة دي وبعد كان يصل موضوع ده او كان ساعتها استدلم هنا الverb plus ing الوجرنت turning number 29 they made him هم اكبروا على for the damage ان يدفع ثمن تلفيات هادون التي سببوها to their car في سيارتهم يبقى اكبروا على ان يدفع يبقى made him pay لان فعل ميك من الافعال او كيل بي بعد هالمصدر اما يكون في النصف ما فرود طبعا وشرحنا ذا بعضو الفيديو 30 after the band stopped بعدما توقفت الفرقة عن العس في بقى الفرقة كانت تعز بتوقفت على حاجة بتعملها او يبقى هنا stop to playing number 31 they promised وعدوا to give اني اعطوا ما فاش اي حاجة number 32 i completely forgot انا نسيت تماما not you my electronic dictionary اوكي نسيت اني اسلفك ولا نسيت اني سلفتك you my electronic dictionary it's the commons الالكتروني بتاعي i thought i had lost it انا فتكرت والله اللي انا ضيعته ولا حاجة يبقى انا معنى كده اللي انا سلفته لك بس نسيت ان انا سلفته وعد اضوع على اللغة التفكرت اللي انا ضيعته وبالتالي بانسيت اني قد فعلت ذلك يبقى انت عملت يبقى landing ماشي يا ولاد اوكي رجعنا ثاني للصفحة البعض اعطاك هذه صفحة رقم 220 مثل ما عشفين 33 اوكي يعني بروع مشاعرنا they avoid فهم يتغنبوا making ان يقوموا بأي night ضغط avoid making number 34 don't forget او اتنسى ان تغلق الادوار ان تغلق يعني سمتش حاجة يبقى to look 35 I suggest انا اقترح ويتنقى عفين كلنا ننسجست يبقى بعد الverb plus ing 30 36 انا اتبقى 14 ونشوف الافكرة اللي فيها نواتوش اوكي those glasses in the cupadim they are clean هي بالفعل نظيفة يبقى لا داعية ان تفعل ذلك هي بقى needn't number 37 I buy a newspaper yesterday اوكي اوكي قريدة امس I wanted to see the racing results اوكي بتعايز اشوف اخبار السبائي او النتائج السبائي يبقى اطهرت ان افعل ذلك يبقى I had to لاني هنا يستردي 38 you not wear your best clothes you can wear what you like اوكي اوكي يعني ما في جداعي تلبس افضل ملابسك يمكنك ان ترتدي ما تشاء يبقى اذا ليس هناك ضرورة انك تلبس حاجة معين يبقى you اوكي needn't 39 you not wear your best clothes you will get them dirty اوكي اوكي ما تلبسي اوكي ملابسك الأفضل لديك وإلا you will get them dirty وإلا ممكن تلك الملابس تتاسخ يبقى اذا اوكي تحذير او نصيحة قوية يعني ممكن هنا ما سنت ممنوع تلبس افضل ملابسك number 40 yousif not go to the bank he hasn't got any money هو لا يساليه اي مال يبقى كان متطور لذلك او متطور الى ذلك اوكي وبالتالي يبقى has two number 41 you not drop those glasses they will break هو اتوقع الحاجات دي اللي هيكوا بادي وإلا هتنكسر يبقى نصيحة قوية او او اعطأ تعليمات يبقى هنا ما سنت كويسة جدا 42 you really not make less noise I am trying to concentrate اوكي نفهمها مع بعض كده you really not make less noise I am trying أبحاول أركز يبقى ما ينفعش خالص اللي انت اوكي تعمل ضوضاء او فبالتالي هنا في الجملة طبعا الغريبة اوكي انا شايف هنا انها ممكن تبقى have to وممكن ايضا اوكي تكون هنا اوكي must فلو استدم انت have to هتدي معنا برضو you really have to make less noise انت مضطر اوكي ان تخفض صوتك او مضطر اوكي حقا ان تقلل من الضوضاء لان انا بحاول ان اركز وسعتها يبقى ما استدم have to لان دوت it's necessary او it's important مهم جدا انك تعمل ده فانا شايف ان have to وايضا ممكن استدم هنا must وهيبقى المعنى هنا you really must make less noise انت حقا ياجب عليك او من واجب عليك ان تخفض الضوضاء او تقلل منها اوكي وهيبقى هنا اوكي الفكرة ان هو برضو something important شيء مهم او شيء لتحفاظ على النظام فسواء استدمت هنا have to او must او must انا شايف الاثنين متساويين مع بعض اوكي اما بالنسبة للسؤال اللي بعدو اوكي number 43 I think you pay to park here اعتقد ان انت لازم تدفع عشان تركين في المكان ده it's not free فهو ليس اوكي مجاني يعني ان اقتركن parking area منطقة مجانية وبالتالي يجب عليك ذلك يبقى you have to okay number 44 in some countries في بعض الدول both men and women كل من النساء او يقال do military surfs لازم يقوموا كلاهما يعني ب القيام بالخدمة العسكرية يبقى have got two مطاريين الى ذلك او بقب عليهم ذلك they have not rights ما عندهم شيء يختار اكباري من الدول 45 you really hurry up tamir أسرى شوية we don't want to be late يح مجازين نتأخر يبقى we really okay لازم okay we really must okay hurry up we really must hurry up نتنقل 46 we not go to the supermarket because we had plenty of food ما فيش داعي نوح سوبر ماركت لأننا عندها بالفعل ما يكفي من الطعام but didn't need to لا داعي الى ذلك number 57 47 47 I'm sorry surfs okay الخدمة was included in the pill okay تم شملها او مجتملة في الفطورة يعني موجود الايه في الفطورة الخدمة so you not the weight عشان كان فيش داعي انك تدفع حاجة لالجرسون it was a waste of money فهي بدوت لقد كان مضيعة عن المال وبالتالي ده معناه ان هو بالفعل دفع وبالتالي need to have tipped واحنا اتكلمنا في النقطة دي الفرق ما بين need to have tipped يعني لا داعي ان تطوق بقشيشا اوكي لالجرسون وأنت اذا لم تفعل ذلك اما need to have مع تصفتات need to have tipped يبقى لم يكن هناك داعي ان تطوق بقشيشا اوكي لالجرسون ولكن للأسف انت فعلت ذلك فانا فهمت من الجملة it was a waste of money لقد كان مضيعة للمال يبقى معنى كده ان الشخص بالفعل انفق او طاقة بقشيش لمن لالجرسون وبالتالي اخترت هنا عن اقتناع need to have tipped اما 48 why does anas study every evening ليه انس مضطر ان يذكر كل مساء يبقى anas does ok you have to رقم d ويبقى كده اتنقلنا الاخر الصفحة عندنا في واقب الجام 49 الليه الجملة I am sorry I couldn't come you study as ما قدش مباعه I know I work late الطريد ان اعمل الوقت متاخر يبقى I had to الطرف المال 50 we have good plenty of time عندما يكفي من الوقت لا يدعي الى ان نسرا يبقى needn't 51 you know I come and visit us لازم تيجي وزورنا next time you come to Cairo المرغام تيجي كهر يبقى هنا في اسراع على الدعوة يبقى must 52 I not get up early tomorrow I am going away I am going away and my train او مسافر والاطر بتاعي leaves at half past 7 ساسبع ونص يبقى أنا مطر يبقى I will have to 53 does your brother هل أخوك not play that dirtful music هو اللي بعزي في الموسيقى الفضيعة لي يبقى I have to 54 my grandfather worked 6 days a week بيشتال 6 ayem في الزبورة وينه was young عندما كان نصري يبقى أنا مطارن إلى ذلك يبقى I had to ok في المولي 55 I am not working tomorrow I am 6 طالبكر so I know I get up early وبالتالي لا داعي أن أصلاح كزم باكرا عادا يبقى I don't have to number 56 I went to the bank this morning رحت البنك الصبح there was no queue ما كانش فيه طبور الحمدلله so I know I tweet عشان ك لم أكن مطارن للانتظار يبقى I didn't have to wait 57 we not look the car it's safe here it's safe here يبقى لا داعي أن نغلق السيارة فالمكان آمن هنا يبقى لا داعي يبقى لسنا محتاجين ذلك don't need to 58 we not buy souvenirs نشتهد تذكر for our friends الأصدقان while we are here وإحنا هنا يبقى لازم نعمل ذلك نفكر نفسنا لأنها حاجة مهمة إلا لازمش أخصي يبقى we must okay حمسة جزلة وقت نقل معك 58 58 خاص قلناها must 59 when you arrive أما توصل in other country إلى دولة أخرى you not show your passport لازم تطلع على الباسبور بتاعك أبو توبرزي جاوز الصفر يبقى you have to واضبن عنك ما عندك شي اختار تاني 60 since his car لأن عبير بتعت was being repaired بتصلح دلوقتي في الوقت بتصلح حينها he not go to Alexander by train اضطرع أن يفعل ذلك يبقى هات too 61 you not be an athlete لازم تكون لاعب رادي to go snorkeling عشان توح تمارس رات ثلاث يبقى أنت لا داعي أن تفعل ذلك يبقى you don't have to number 62 driver السائقين not carry valid driving license when operating a motor vehicle لازم طبعا يكون معهم يبقى هما لازم يكون معهم ذلك وبالتالي يبقى كده نستخدم هنا must لانده اسمه التزام بقوانين أو نص القانون زي ما اتفقنا أتمنى ترجع الفيديو 63 you not smoke inside the building ممنوع طبعا يبقى you can't number 64 we couldn't repair the car مشان فعنا نصلحها بادي نفسنا فاحنا take it to the garage مضطورين أن نأخذها على الجراش يبقى هنا we we had to اضطرنا إلى فعل ذلك لان هنا بيقول couldn't repair لابنهما كمن تصلحها يبقى بيكلم in the past of the morning 65 I know I cut the grass myself أضطع أوكي أو أجز العشب بنفسي my brother did it فأخي قام بذلك يبقى لم أكن مضطورا إلى ذلك didn't have two okay